النجم الدولي الجزائري رياض محرز على موعد تاريخي جديد في ملعب ويمبلي وحيث سيلعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غد مباراته ضد نادي براينتون في نصف نهائي كأس الاتحادي الإنجليزي وستقام مبارتين نصف النهائي ونهائي على ملعب ويمبلي الشهير في إنجليترا وحيث سيكون النجم الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز على موعد جديد للعب في أكبر الملعب الإنجليزية وهو الذي لعب فيه في الكثير من المرات وحقق فيه بطولتي كأس الدرع الخيرية في البداية الموسم الحالي وكذا بطولة كأس رابطة الإنجليزية للمحترفين ضد نادي تشيلسي في شهر فبري الماضي وستكون فرصة موتية لكاتبة بيب غورديولا من أجل الفوز والتأهل لنهائي بطولة كأس الاتحادي الإنجليزي طبعا أعزائي المشاهدين تبقى هناك أسئلة مطروحة كثيرا هل سنرى النجم الدولي الجزائري رياض محرز أساسي في ملعب ويمبلي في المباريات القادمة طبعا ما الذي اقتراح فليأتي إلى التعليقات ويجيبني بكل صراحة فمجال التعليقات مفتوح للجميع وهنا أعزائي المشاهدين ينتهي هذا الفيديو ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم